السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحكم فيصل السيف وهذه أهم 77 ثانية صارت في عالم التقنية أول حاجة أبدأ بالآيفون الجديد والأشياء المتوقعة فيه من تحديثات وتطورات أول شيء سعة بطارية أكبر شوي إمكانية الشحن العكسي وأيضاً بالتأكيد حاجتين الفيس آي دي في تطور للجيل الثاني وتقنيات الفيس آي دي يعني تقنيات التعرف على وجه والإمكانيات هذه بالإضافة إلى التصوير الليلي والتطوير في منظومة التصوير الليلي طبعاً شاهدنا من التسريبات أن هناك كاميرات إضافية من الجهة الخلفية على كل الأنواع للأيفونات القادمة طبعاً هذا الشيء كامل التسريبات وهذه الكاميرات الإضافية ستساعد في صور أفضل بالإضاءة الليلية بالإضافة إلى أمكانيات أخرى سنتعرف عليها لاحقاً مع المؤتمر الرسمي إن شاء الله دراسة حديثة تؤكد أن الأمريكيين يغيروا جوالاتهم كل ثلاث سنوات تقريباً للأسف شاهدت الدراسة تحمست وقعد أشوف تفاصيلها وفي النهاية لقيت أن 2500 شخص اللي تم عليهم نفس الاستفتاء ما يشكل شيء بالنسبة لي ما عليك الشعب 360 مليون نسمة تسوي لي استفتاء على 2500 شخص ولكن نازل خبر رسمي في حدو الصحف فدائماً عندما ترى الاستفتاءات ترى كم عدد الناس اللي صارت ترى نسبة وتناسب شيء منطقي ولو نصف المئة من الشعب لا يجب لك رقم يكون كده وبس خبر لي بعد هواوي تطلع تشويق لمعالجها القادم الكيرن 990 المتوقع هذا المعالج يكون فيه إمكانيات أفضل للمعالجة العصبية ووحدة ال MPU أيضاً تصوير الفور كي وإمكانيات فيديو الفور كي وهذا الشيء المتوقع نشوفه مع إصدار جوالهم الميت القادم اللي إلى الآن قاعدين ننتظر ونشوف ما تبقى يكون المؤتمر بإذن الله ورسمياً أندرويد تسحب على مسألة تسمية النسخ حقها بأسماء حلويات وما حلويات وصار النسخة القادمة أندرويد 10 اللي هو أندرويد كيو صار اسمه الأندرويد النسخة العاشرة وهذه النسخة الجديدة لمتوقع أيضاً نهاية السنة رسمياً تطلق على الجوالات وبالتأكيد سيكون هذا الأمر مع أطلاق البيكسل القادم الجديد حقه اخترت لكم أسعار سلسلة النوت من باب تحفيز نعم، إذا تختار جوال يمكن أن تأخذ آخر موجود في هذه السلسلة ولكن فكر في السلسلة كاملة، يمكن أن تجد جوالات أرخص وأنسب لك ومناسبة لجميع الفئات الاقتصادية ومتالجة الإلكترونية كالعادة نهاية الفيديو، جاءنا الصندوق هذا وما تتوقع موجود فيه؟ وبالأصلاح أكثر من صندوق يتركب ويصبح شيء كبيع المهم، دعكم مشتركين عندنا في القناة وفعلوا زر الجرس التنبيهات، نهاية الفيديو وكل فيديو سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك، أتوب إليك بكل اختصار سبعة وسبعين